اشتركوا في القناة القمر موجود في الجدي في منزلة سعد الذابح وهاي منزلة للعلاج والفراق والخلاص والحرية وطبعا تأثير القمر لما يكون موجود في الجدي بيأثر علينا جميعنا انه منعود لطبيعتنا الجادة ومنحاول انجاز عمل متراكم ممكن نجد انه الامور اللي بتصير معنا ما بتصير بسهولة وممكن تسيطر روح التشاوم على البعض مننا علينا الاجتهاد اكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد وشراء تحفي اثرية والبدء بحمية شراء بولوس التأمين يعني من هذا القبيل طبعا بالنسبة لخلو المسار ما زال مستمر راح يظل مستمر لغاية الساعة اربعة واربعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يعني لساعة ستة ونص تقريبا بتوقيت الاردن يعني تقريبا في اثناء الحلقة يعني بعد بدء الحلقة بنص ساعة بكون القمر انتقل الجدي ورسى فيه وعمل وشكل اول زوايا بتشكيلها اللي هي زاوية تسديس ايجابية راح تكون بين القمر وعطارد راح تكون الساعة اربعة وثمانية واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش هاي زاوية تسديس نشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى الانشاط الذاكرة وسرعة البديهة اما الزاوية التي تليها هي زاوية تثليث ايجابية راح تكون بين القمر وارانوس راح تكون في تمام الساعة اتناعش واثنين وثلاثين دقيقة بعد منتصف الليل هاي بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض يعني مثل مفاجآت او هدايا او تكريم او اشياء من هذا النوع طبعا هيك بتكون انتهت الزاوية لهذا اليوم اما بالنسبة للقمر بما انه راح يكون موجود في الجدي فخلوة المسار القادم راح يكون يوم تسعة عاش ثلاثة راح يكون في تمام الساعة اتناعش وثمانية واربعين دقيقة بعد منتصف الليل ورح يستمر لغاية الساعة وحدة وستعشر دقيقة فجرا لا ينتقل بعدها القمر لا برج الدلو عمر القمر القمر الان المربع اثنين وعشرين يوم في تمام الساعة احداش وثمنتعشر دقيقة مساء اي بعد الحلقة بيصبح ثلاثة وعشرين يوم نسبة الاضاءة اربعين في المية في بعض الاشخاص بسألوا بقولك انه عمر القمر يعني عمر القمر هذا احنا دخلنا في شعبان لا احنا هذا ربع القمر فلكيا لا شهر رجب فاحنا بنحسب فلكيا مهسة ممكن انت عرزنامة بتشوف التاريخ باختلف يعني ممكن تشوف انت التاريخ مثلا واحد وعشرين او ثلاثة وعشرين على حسب الدولة اللي انت فيها ولكن فلكيا انا بعطيك امتى بتشكل بالضبط وامتى الدقيقة اللي بصير فيها اليوم فعشان هيك بالتوقع الفلكي حساب اليوم ادق من الحساب تبع نظرة العن اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب اليوم الشمس موجود في الحوت حتى عشرين ثلاثة المزاج ممتزج القمر في الجدي حتى تسعة عشر ثلاثة المزاج منتحس عطارد في الحوت حتى يوم احد عشر اربع المزاج منتحس الزهرة في الثور حتى ثلاثة اربع المزاج سعيد المريخ في الجدي حتى ثلاثين ثلاثة المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى اربعة عشر خمسة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج زحل في الجدي حتى اثنين وعشرين ثلاثة المزاج ممتزج اورنس في الثور حتى خمسة عشر ثمانية بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتون في الحوت حتى 23 ست وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد ببلوتو في الجدي حتى 25 أربعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتتركز جهود برج الحمل نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة ما بنفعك العناد ولا التحدي في هذا اليوم حتى ولو اشتدت عليك الضغوط برر عملك وإظهر مهارتك ممكن تكون الظروف معقدة شوي وصعبة شوي أنت بطبيعة الحال طباعك وأفكارك مشتتي وعصبي نتيجة الغضب والإضطراب طبعا القمر موجود في بيتك العاشر فعشان هيك هذا اللي رح يكون غالب عليك خلال هذا النهار أو غالب على أغلب برج الحمل طبعا إحنا بنحكي البرج والطالع بالنسبة لبيتك الأول طبعا منشوف أنه اليوم هو عبارة عن يوم روتيني يعني ما فيها الشيء الإيجابي أو السلبي ولكن في ساعات الظهر تقريبا بتنشط أنت في عمل إلو علاقة في تحسين مظهرك يا إما قصة شعر يا إما بتزبط اللوك أو بتهتم في نظافة جسمك أو ممكن تروح تعمل صبغة شعر ممكن تعمل أي شيء العلاقة بالتجميل ولكن هذا بيكون في ساعات اللي هي ما بعد الظهر لغاية ساعات ما بعد العصر أما بالنسبة لمزاجك فهو شيئا ما في نوع من أنواع الحدية والعصبية أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه الأمور على مستوى بيت المال برضو بعطي نوع من أنواع الإيجابية بساعدك في بعض المكاسب المالية ممكن تجيك من عمل إضافي أو ممكن تجيك من بشكل منحة أو هدية أو ممكن تجيك حتى هدية أما بالنسبة للبيت الثالث أنا شايف أنه عندك كثير من التنقلات اليوم والاتصالات ممكن اليوم تنشط في أكثر من عمل باتجاه واحد فعشان هيك اليوم أنت عندك قدرة على الإقناع عالي جدا عندك اهتمام عالي بأمور الهلاقة بالاتصالات بالمواصلات بالأجهزة الإلكترونية بالأشياء اللي مثل هيك اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم بنجز إنجاز رائع أما بالنسبة للبيت الرابع فهو بيت البيت فبنشوف أنه الأمور اليوم على مستوى بيت البيت جيدة ممكن تهتم بأمور العلاقة إما بالبيت أو بأشخاص داخل البيت أو بأمور عقارية يعني مثل شراء بيت أو التفكير في النقل من بيت لبيت أو استئجار بيت جديد أو الاستثمار في هذا الموضوع أو البحث في موضوع إلو علاقة بالعقارات أو إلو علاقة بالسكن ممكن يكون في حدث معين يلفت انتباهك اليوم داخل البيت فيكون انتباهك مجدود أو يكون رأيك هو اللي من المفروض أنه ينعطى في هذا المكان أما بالنسبة للبيت الخامس بيت العاطفي شايف الأمور يعني شيئا ما جيدة في نوع من أنواع التواصل العاطفي في نوع من أنواع القوة الحضوض للحب ولكن اهتمامك أنت بنشد على الأمور العملية أكثر من الأمور العاطفية فعشان هيك أنت عامل نوع من أنواع التوازن ولكن أنه أنت بتبحث عن الحضوض أكثر وبتبحث عن الفرص السعيدة أكثر أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور على مستوى العمل يعني مش قوية بإنجاز الأعمال ولكن أنه عندك قدرة على إنجاز كثير من الأعمال خلال هذا النهار وبرضو في نفس اللحظة عندك اهتمام بشاء صحي إلك أو لا أحد أحبك بالنسبة لبيتك السابع فارغ تماما ما في أي شي لا إيجابي ولا سلبي عشان هيك بتتعامل مع الشريك بالطبيعة اللي أنت متعود تتعامل معه أو على الطبيعة اللي بينكم أنتم اثنين إن كان شركاء العمل أو شركاء العاطفي اللي هم الأزواج فبتعاملوا بروتين عادي أما بالنسبة للبيت الثامن يعني في ساعات الظهر تقريبا أو ساعات ما بعد الظهر بتلوح فرصة لمكسب مالي بيجي يا من شراكي يا من تعويض أو ممكن أنت تلمح لهذا الموضوع على أساس يجيك نوع من أنواع الدعم أو تطرح فكرة على أساس أن يجيك من وراها مردود مالي أما بالنسبة لبيتك التاسع طبعا بشوف أنا اليوم في نوع من أنواع التنقلات في عندك نوع من أنواع النشاط الفكري ممكن تنشط باتجاه معين اليوم إلو علاقة بالدراسة أو البحث أو ممكن الاستفسار عن موضوع إلو بتعلق في دول أو سياسة دول أو بلدان أو أشياء من هذا القبيل اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم بينجز فيها إنجاز جيد رغم أنه لساعات الصبح تقريبا بيكون الوضع ضاغط ولكن بتمفرج من ساعات تقريبا العاشرة صباحا أو 11 صباحا بتبلش الأمور تتحسن بالاتجاه الصحيح بتدعمك كثير في أشياء لها علاقة بالعمل أكثر من الدراسة أما بالنسبة للبيت العاشر فذكرناه في بداية الحلقة وجهنا النظر عليه أما بالنسبة لبيتك 11 فشايف أنا أنه الأمور على مستوى الصداقة أو العلاقات الصداقة أو العلاقات العامة اليوم في نوع من أنواع الاجتماع أو نوع من أنواع الدعوة أو الاستشارة أو التجمع ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلي أو مناسبة خلال هذا النهار أو أنت تعملوا هيك جمعة في مكان ما وتلتموا مع بعض إن كان أصدقاء أو علاقة عامة أو موضوع عائلي أما بالنسبة لبيت المتاعب فما زال ضاغط عليك فعشان هيك الأمور شوي بيكون فيه نوع من أنواع الحدية في الطباع في نفس اللحظة فيه نوع من أنواع التراخي ممكن تتغيب عن عملك ممكن تشعر ببعض الوهن أو التعب الصحي ممكن أنت تهتم بصحتك أو بصحة مريض آخر تحاول أنك أنت تتصل أو تزوره وتتفقده أحاول أنك أنت تتجنب المشاحنات والعنف والعصبية خلال هذا النهر مرج الثور اليوم بتركز النشاط كله في مواضيع إلها علاقة بالسفر أو اتصال بعيد وبتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما تجعل أي شيء يحبطك التطورات غنية بالفرص والمناسبات اليوم أو الفرص المناسبة اليوم بتنحصر عواصف الأيام الأخيرة وبترتفع المعنويات وبتطمئن خواطرك نسبياً فترة مناسبة للسفر أو لورشات العمل بالنسبة للبيت الأول أنا شايف أن الأمور جيدة على مستوى الشخصي اليوم في عندك شحن طاقة أو عندك معنويات عالية مرتفعة تقدر اليوم تنجز كثير من الأعمال اللي لها علاقة بشخصيتك يعني ممكن اليوم تعمل تغيير شخصي في الشخصية يا زي نوع قصة شعر أو إشيء له علاقة بالتجميل إشيء له علاقة بالتغييرات اللي تغير من مودك أو من شخصيتك أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف أن الأمور جيدة على مستوى المال يعني بتعزز بعض الفرص لمكاسب مالية ولكن بالمقابل أنه في نوع من أنواع المصاريف موجود مقابلك ولكن أنه الأمور جيدة يعني ممكن أنك تحصل حاول أنك أنت تستغل الظروف الجيدة خصوصا اللي بيشتغلوا في قطاع التعليم الخاص أو الأعمال الإضافية أو اللي بيشتغلوا على الصفقات التجارية هم أكثر ناس رح يستفيدوا من هذا الموضوع وممكن بعضكم يحصل على هدية أما بالنسبة للبيت الثالث أنا شايف الأمور جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات لدرجة كبيرة لدرجة أنه اليوم ما عندك اهتمام مبالغ فيه في أمور الاتصالات والمواصلات كمثلا الاطلاع على أنواع سيارات أو على هواتف معينة أو أجهزة كمبيوتر معينة ممكن تحاول أنك تستبدل أو تشتري أو تعمل صيانة أما بالنسبة للبيت الرابع شايف الأمور أنا روتينية على مستوى البيت بتتعمل بروتين عادي يعني ما فيها الإشي القوي جدا اللي الظاهر على الساحة على حسب طبيعتكم اليوم بتكونوا في تعاملكم أما بالنسبة لبيتك الخامس برضو على المستوى العاطفي يعني لولا أنه شوي الوضع في ساعات العصر ممكن يكون إيجابي ويدعمك بشكل جيد خلال هذا النهار ولا أنا بدي أقول لك أنه اليوم هذا روتيني ولكن في ساعات العصر شوي الأمور العاطفية بتظهر على الساحة وبصير فيه نوع من أنواع الاهتمام بالحبيب أما بالنسبة للبيت السادس شايف الأمور جيدة على مستوى العمل بتقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك خلال هذا النهار ممكن استعداد لفترة فيها نوع من أنواع الراحة لطويلة فعشان هيك تبذل كل جهدك أنت عشان تخلص هاي الأعمال الموكلة لإلك ممكن تهتم برضو بصحتك أو بصحت قريب لإلك أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفية أنا شايفه خالي تماما اليوم من الحضوض فعشان هيك لا حضوض ولا سلبي موجود في هذا البيت بتتعامل على طبيعتك أنت والشريك على حسب الطبيعة اللي أنتو إن وجدتوا فيها يعني إذا عصبيين فالوضع عصبي وإذا هاديين الوضع هادي أما بالنسبة للبيت الثامن بشوف أنه في نوع من أنواع الضغط المالي عليك أو الإرهاق المالي بظل مستمر لغاية ساعات الظهر ممكن هذا الضغط يعني يحيرك شوي وإنت بتبحث عن بعض الحلول لبعض الالتزامات المالية أو الشد المالي اللي بكون عليك في الفترة هاي ممكن الأمر العلاقة بفوترة أو العلاقة في التزام بنكي أو مؤسسة حكومية ولكن في ساعات الظهر تقريبا بتبان بعض البوادر أو الانفراجات ممكن تساعدك في عملية الفوترة السريعة أو جدول الأمور لأيام معينة بطريقة عملية أو بطريقة عقلانية أما بالنسبة للبيت التاسع فبظل الأمر ضغط عليك لغاية ساعات الظهر بيكون ضغط بشكل سلبي جدا بدك تكون حذر في تنقلاتك واتصالاتك حتى في امتحاناتك إذا كان عندك امتحان أو عندك مقابلي أما في ساعات ما بعد الظهر الأمور كلها بتنعكس 360 درجة لوضع إيجابي كامل لدرجة إنها بتدعمك في كل الأمور اللي إحنا ذكرناها وطبعا القمر موجود في نفس البيت بدعمك بشكل قوي ولكن أنا شايف إنه هاي القوة بتشعر فيها أنت بعد ساعات الظهر أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف إنه الوضع إجمالا لغاية ساعات الظهر هادي ولكن بعد ساعات الظهر بصير قوي جدا بيعزز نوع من أنواع التعاون مع الزملاء في العمل أو الرؤساء في العمل وممكن تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك أو يوكلك عمل سريع لإنجازه خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 11 بشوف أنا في ساعات الصباح بيكون في عندك نوع من أنواع النشاط بالاتصالات أو بالتطمن أو بالتفقد لبعض الأصدقاء أو لصديق معين أنت صابك نوع من القلق بالتعامل معاه أو ممكن أنه صار معاه شيء معين أنت ما كنت تعرف فيه فحبيت أنك تطمن عليه أو تتواصل معاه في منكم ممكن يتصلوا بشخص لمساعدتهم في أمر معين أو طلب استشارته في مسألة معينة وينصحكم بشكل إيجابي اليوم يعني منعتبره يوم روتيني ممكن أنه يكون فيه في بعض الزيارات العائلية أو بعض الزيارات الشخصية نوع من التدعيم للعلاقات العامة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو اللي برهقك بشكل كبير عشان هيك يبظلك تشعر بنوع من الوهن أو التعب أو التقصير أو البطء بالحركة ممكن تحس أنك أنت مريض أو تعبان أو تشعر ببعض التوععات الصحية حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية حاول أنك تراقب غذائك وصحتك حاول أنك تخلد للراحة وإذا شعرت أنه فيه نوع من أنواع أنك اكتشفت شخص بحاول يتآمر عليك أو بحاول أنه يطعنك بالظهر حاول أنك تتعامل بحكمة في هذا الموضوع لأنه بما أنه ضاغط هذا البيت فالمواجهة معه بالفترة هاي يعني تعتبر صعبة بتعيدوا تنظيم أموركم المالية والفرص متاحة لمكسب من شراكي أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية أهم شيء أنك ما تتشبث بمواقف متصلبة يعني لازم تكون مرن ومبتسم ناقش بليوني ودبلوماسي خلال هذا النهار حاول أنك تتكلم وعبر عن رأيك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة ابدأ يومك بروح رياضية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه اليوم نفسيتك أحسن فيه نوع من أنواع التحسن في النفسية مش زي الأيام اللي مضت يمكن لأنه تحرك الآن القمر من مقابلك للبيت الثامن فعشان هيك بتحس اليوم نفسيتك أحسن بضغط أقل فعشان هيك فيه نوع من أنواع التجاوب مع نفسك مع شخصيتك فعشان هيك بتقدر تعمل تغييرات كثيرة في حالك اليوم أو تهتم بصحتك أو بشكلك العام أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الوضع إجمالا جيد على الفرص المالية فممكن يعزز لك أموال تجيك يا من عمل إضافي يا من هبا يا مساعدة يا نوع من أنواع الدعم ولكن حاول أنك ترتب أمورك المالية بشكل جيد حاول أنك أنت تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم عندك شغف كبير للتحرك والاتصالات وعندك شغف كبير للاهتمام بالإلكترونيات أو الأمور اللي إلها علاقة بالإلكترونيات أو السيارات أو أمور التواصل الاجتماعي مثلاً ممكن تتواصل مع مجتمعك بطريقة جيدة جداً عندك قدرة على الإقناع وعندك سرعة بديهة عالية أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه في نوع من أنواع الضغوط موجودة على مستوى البيت محيريتك أو مربكيتك أو شويه هيكي بتشد انتباهك اليوم بشكل سلبي اتجاه بعض الأخطاء أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالبيت فبتحتد وبتعصب حاول أنك تمسك عصابك بدون لا عصبية ولا حدية حتى لو ما أعجبك الشيء حاول أنك تتجاوز يعني على حساب أنك أنت تختصر المشاكل أما بالنسبة للبيت الخامس الأمور العاطفية موجودة وجياشة عندك رغبة قوية جداً للأمور العاطفية أو التواصل مع الحبيب أو الرغبة بتواجد الحبيب جنبك في هذه الأيام فعشان هيك بنقول لك أنه اليوم إيجابي جداً على المستوى العاطفي إن تواصلت أنت مع الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أن الأمور العملية بتقدر تنجز بعض الأعمال إليك اليوم مش كلها فعشان هيك بتحس أنه فيه نوع من أنواع الإرهاق في العمل أو نوع من أنواع التكاسل حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية اللي مطلوبة منك وحاول أنك تهتم بصحتك برضو بالمقابل أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف أنه لغاية ساعات الظهر الأمور بتكون ضاغطة عليك فعشان هيك فيه نوع من أنواع الحدية بالتعامل مع الشريك ممكن تعصب عليه أو يعصب عليك ممكن أنه أنت تدخل بنقاش حاد معاه بسبب حساسيتك بسبب ردات فعلك أو بسبب نفسيتك هيك فتور بمشكلة معينة تكبر الأمور وتحتد فعشان هيك يحاول أنك تمسك أعصابك لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر الأمور بيصير إيجابي ممكن يصير فيه نوع من أنواع المصالحة أما بالنسبة للبيت الثامن فشايف أنا برضو لغاية ساعات الظهر ممكن أن يصير فيه بعض الالتباسات أو بعض الضغوط المالية أو بعض المطالبات المالية عليك فعشان هيك بدك تكون حذر جدا من أنك أنت تتسرع بعملية الحلول حاول أنك تكون عقلاني وتجد الحلول المناسبة عشان أنت ترتب الأمور اللي إلها علاقة بهاي الالتزامات حاول أنك تقلل من مصاريفك إن ظهرت مصاريف زائدة على الساحة أما بعد ساعات الظهر ممكن يجيك بصيص من الأمل بنوع من أنواع المساعدة أو أنه أنت تجد بعض الحلول الإيجابية لهذه الالتزامات أو المطالبات أو ممكن يجيك نوع من أنواع الدعم المالي أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف أن الأمور جيدة على المستوى مثلا المناقشة أو التنقلات خصوصا في ساعات ما بعد الظهر أو في ساعات يعني الظهر تقريبا وبعدها الأمور إيجابية بتدعمك على مستوى الامتحانات والمقابلات والاتصالات والسفر وممكن البحث أو عمل تقرير أو عمل بحث معين أو دراسة معينة بتتعلق في هذا المجال أو إيشي له علاقة بلغة جديدة أو له علاقة بالتعلم عن بعد فالأشياء كلها هاي رح تكون إيجابية ولكن في ساعات الصباح رح تحس أنه في نوع من أنواع الضغوط على هذا المكان أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد جدا بيدعمك على مستوى العمل ممكن اليوم تنجز كثير من الأعمال بواسطة زملائك أو أحد رؤساك ممكن تتعاونوا في مسألة معينة تحلوا بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل المتراكم أو العمل الضروري فعشان هيك اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه في نوع من أنواع الضغوط ما زالت في علاقاتك العامة فعشان هيك في نوع من أنواع التوتر في بعض العلاقات أو مع بعض الأصدقاء أو مع بعض المعارف تتوتر العلاقة بسبب ما ممكن مشكلة سوء تفاهم تسريب خبر ممكن نوع من أنواعك تشاف أنه صديقك هذا كان يستغلك أو بيضلل فيك أو بيحاول أنه يعني يستغيبك أو بتشفى فيك أو من هذا النوع فأنت حساسيتك لزيادة هاي ممكن أنت تلغي هذا الصديق أو تدخل بمواجهات معاه بفضل أنه ما في داعي للمواجهات الأمور بتنتهي لحالها تلقائيا بهدوء أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو بضغطك شوي على المستوى العملي وبضغطك على المستوى الصحي عشان هي كما نقول لك إنجز الأعمال الضرورية حاول تراقب صحتك وغذائك وحاول أنك تخلد للراحة برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكتكم سواء في العمل أو في العاطفة يوم مناسب للقيام بعمل مشترك الأجواء ممكن تكون شوي متوترة ركز جيدا أهم شيء وما ترتجل هاي الأجواء ضاغطة نسبيا والمسؤوليات كبيرة أهم شيء أنك تهدئ من أعصابك هيك وما تنفعل يعني معروف القمر لما بكون مقابل أي برج دائما بضعف من طاقاته فعشان هيك القمر اليوم بالجدي مقابلك تماما فعشان هيك بتلاقي طاقتك فيها نوع من أنواع ضعف وفي عندك حدية في الطباع أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أن الأمور جيدة على مستوى البيت الأول على المستوى النفسي والشخصي فعشان هيك اليوم ممكن تبادر بتغيير معين بتعلق بمظهرك أو بلبسك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور جيدة على المستوى المالي يعني بيجيك نوع من أنواع الدعم خصوصا الأشخاص اللي بيشتغلوا بالعمل الإضافي أو بيشتغلوا في أشياء لها علاقة بالصفقات التجارية ممكن أنه اليوم تتحسن أمورهم شوي أما بالنسبة للبيت الثالث يعني في نوع من أنواع التواصل والاتصالات لكن مش بالقوة الكبيرة فعشان هيك بقولك ما تعتمد كثير على الحظوظ وما تعتمد على الروتين يعني حاول أنك أنت تستعد جيدا إذا كان فيه نقاش أو فيه أمور بحاجة إلى أنك أنت توصل معلومة أو تقنع شخص بوجهة نظرك بدك تكون مستعد بشكل جيد اللي عنده انتحان نفس الإشي بده يستعد بشكل جيد واللي عنده سفريات وتنقلات بده يعرف ويدرس المكان اللي بديروها عليه عشان ما يروح بعشوائية ويقع بس أنه مضيعة وقت وفي الآخر ما ينجزش أي شيء في نوع منك ورح يهتم بأمور إلها علاقة بأجهزة الاتصالات والمواصلات خلال هذا النهار أو المطالعة أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور على مستوى البيت فيها نوع من أنواع الضغط فعشان هيك بتتركز الأمور اليوم على البيت بشكل كبير إما مشكلة منزلية أو الاهتمام بصحة أحد أفراد المنزل أو ممكن أنك أنت تهتم بشيء له علاقة بتصليحات أو ترتيبات أو ترميمات منزلية يعني بعض المصاريف الطارئة اللي تظهر على الساحة لأجل المنزل أما بالنسبة للبيت الخامس فهو فارغ تماما من الحضوظ لا حظ ولا عاطفي ظاهر على الساحة يعني قليل جدا نسبة الأشخاص اللي ممكن يتواصلوا عاطفيا اليوم أو يكون عندهم رغبة للتواصل العاطفي مع أحباؤهم خلال هذا النهار حاول أنك تمسك أعصابك أثناء التعامل مع الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى البيت السادس يعني بتقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك وممكن تهتم بصحتك أو بصحة قريبة لإلك أو يعني ممكن تهتم بشؤون إلا علاقة بالأمور الصحية أما بالنسبة للبيت السابع شايف الأمور أنا فارغة تماما برضو من الحضوض على المستوى الشراكي اللي هو نفس القمر موجود فيه فعشان هيك ممكن أنك تدعم بعض الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة ولكن عصبيتك موجودة ومتوتر أنت في هذا اليوم فممكن تقرب هذا التدعيم حاول أنك تفصل ما بين الأمور وحاول أنك تمسك أعصابك من الحدية والعصبية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور لغاية ساعات الظهر تقريبا بتكون هادية ولكن بعد ساعات الظهر بتلوح بعض الفرص اللي إلها علاقة بالمال أو ترتيب الوضع المالي أو استلاف بعض المال أو الترتيبات اللي إلها علاقة بجدولة بعض الأمور اللي إلها علاقة بالفوتر أما بالنسبة للبيت التاسع فالغاية ساعات الظهر بيكون الأمر ضاغط عليك لا يصلح لا للتنقل ولا للسفر ولا للأمور اللي إلها علاقة بالتنقلات السريعة فعشان هيك يحاول أنك تمسك أعصابك في ساعات ما بعض الظهر بيصير في عندك اهتمام كبير يا إما في الشؤون السياسية يا إما في الشؤون الاقتصادية يا إما أنه أنت بتكون على سفر أو بتفكر في مشروع إلها علاقة بالسفر أو لغة جديدة أو اطلاع على ثقافة جديدة يعني فيه اهتمامات من هذا القبيل أما بالنسبة لبيتك العاشر فهذا بيضغطك على مستوى العمل وممكن يسبب لك بعض الإحراجات أو بعض الملاسنات ما بينك وبين أحد زملائك في العمل أو رؤسائك في العمل حاول أنك تمسك أعصابك أنت وتنجز الأعمال المطلوبة منك ما تتأخر وما تتغيب عن دوامك على أساس أنك تقدر تنجز هذه الأمور أما بالنسبة لبيتك 11 فيه نوع من التواصل اليوم رح يكون بينك وبين أحد الأصدقاء ممكن يكون لقاء وممكن يكون تواصل وممكن دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لا اجتماع حتى أو لقاء عابر نوع من أنواع التنزغ فعشان هيك الأمور بتكون فيها نوع من أنواع الإيجابية أما بالنسبة لبيت المتاعب فاليوم الضغط فيه نسبي قليل جدا ولكن هذا ما بلغي أنك أنت تهتم بالأعمال الضرورية وإنجازها عشان ما تتراكم عليك وتهتم برضو بوضعك الصحي وتراقبه بشكل جيد برج الأسد ببدأ العمل بالتراكم لديكم مع هيك أنتوا قادرين على إنجاز قسم كبير منه أهمش أنه ما تهملوا صحتكم هاي فترة عمل جيدة كون أكثر انضباط وتنظيم ممكن تنشغل بأمور صحية أو رياضية حافظ على استقرار وضعك الصحي ممكن تقلق بشأن أحد المعاونين أو أحد الأصدقاء ممكن يكون هناك عمل جديد يعني القمر موجود في البيت السادس بيت الصحة وبيت العمل فعشان هيك بدك تحذر خصوصا من الناحية تراكم العمل ومن الناحية الصحية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه اليوم يعني فيه نوع من أنواع الروتين على المستوى الشخصي وعلى المستوى النفسي فعشانك بتتعامل أنت كأنه يوم روتيني عادي جدا ما عندك القدرة أو النفسية للاهتمام بأشياء كثيرة اللي بتتعلق بالشكل أو بالمظهر إلا في ساعات ما بعد الظهر ممكن تهتم في هاي الأمور ولكن أنه نسبة قليلة منك اللي رح يهتم بهذه الأمور بالشكل الفعال وهذا طبعا إشي بالنسبة للأسد يعني مش جيد لأن الأسد بحبه مظهره بحبه منظره بحب ترتيب فأنه يهمل بهذه الأمور أو يتعامل بشكل روتيني فهذا أمر أنه بدل نفسيته أنه مش بالنفسية القوية أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه الأمور جيدة على المستوى البيت الثاني ولكن الفرص ضعيفة جدا بالنسبة لأغلب موليد البرج يعني أقلية بس اللي ممكن أنهم يستفيدوا من الأمور المالية خلال هذا النهار اللي بتجيهم يا أما من صفقات يا من عمل إضافي يا أما نوع من أنواع المنح أو الهدايا أو نوع من أنواع الدعم لأنه فيه نسبة عالية عليهم مصاريف والالتزامات عالية خلال فترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه اليوم فيه كثير من التحركات والاتصالات والتنقلات ممكن هاي شوي إنها تساعد على عملية الدعم أو إنها تدعمك بشوية أمور لأنه عندك قدرة على الإقناع وتوصيل الرسالة خلال هذا النهار يعني بتقدر تناقش بحرية بتقدر تقنع بأي مسألة معينة عندك قابلية للجدال والنقاش ولكن بدك تضبط عصابك من الإنفعالات أما بالنسبة لبيتك الرابع بمستوى البيت فأنا بقول لك أنه بدك تهتم شوي في البيت لأنه شكله أنه فيه نوع من أنواع التقصير رح يكون مع أحد أفراد العائلة فعشان هيك لازم اليوم أن تكون فيه نوع من أنواع الاهتمام بهدوء بدون انفعال وبدون عصبية حاول أنك إذا صار فيه بعض الأعطال المنزلية أو الأمور اللي بتطلب حضورك أو تواجدك أنك تكون ضاهق يعني موجود وتقدر تنجز هاي الأعمال برضو بدون حدية وعصبية أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف أنه اليوم على مستوى الحضوض والعاطفة تقريبا برضو روتيني إلا أنه في ساعات الظهر ممكن أنه تنشط في أمور عاطفية أو في أمور اتصالات عاطفية أو بتواصل مع أحد الأشخاص لحل مسألة عاطفية أما بالنسبة للبيت السادس فذكرنا له بالبداية التوقعات أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف أنه شوي فيه نوع من أنواع الضغوط فيه نقاش ممكن يكون بينك وبين الشريك ممكن تتوصلوا لاتفاق أو لحل معين ولكن برضو نفس الأشي بدأ أقول لك دير بالك من عصبيتك فيه شيء له علاقة بالنقاشات ولكن ممكن يكون فيه نوع من أنواع الحدية في الطرح أو التهرب من مسؤولية معينة أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه فيه عندك فرصتين اليوم واحدة بتيجي فيه فيه عند بالليل واحدة بتيجي عند الظهر يعني بالليل اللي هي الليلة الآن مش بليلة بكرة فعشان هيك يكون فيه عندك نوع من أنواع التواصل لا أمور إلها علاقة بالدعم المالي هي الباين أنه فيه نوع من أنواع الضغوطات أو المطالبات المالية وأنت بتحاول تجد مخرج أو منفذ لهاي الأمور ولكن أنت شايف أنه فيه نوع من أنواع الصعوبة أنك أنت تصل للشيء اللي بدك إياه هدول الفرصتين ممكن اليوم بتواصلك فيهم ممكن أنك تحقق بعض الإنجازات اللي إلها علاقة بالهبات أو المساعدات أو نوع من أنواع الدعم اللي بيجيك ممكن هذا ينشي لك شوي أو يسكر بعض الأبواب اللي مفتوحة وبالطالب فيك أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا بقول لك أنه اليوم يوم سلبي جدا على مستوى التنقلات والاتصالات والامتحانات والسفر والاتصالات الخارجية في حدية واضحة تماما في الطباع في عصبية موجودة فعشان هيك بنقول لك أنه حتى لو صار تعطيل أو أنه التغى موضوع بتعلق في هذه الأمور ما تحتد وما تعصب حاول أنك أنت تتعامل بليونة إذا كان في عندك جلسة قضائية خلال هذا النهار اعرف إذا ما جهزت أمورك بالشكل الصحيح أنه الأمر رح يكون ضدك أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور جيدة خصوصا من ساعات الظهر في أمور إنجاز الأعمال أو تواصل مع الزملاء أو رؤسائك بالعمل لوضع خطة معينة أو طريقة مساعدة معينة لإنجاز الأعمال المتراكمة الموجودة بين إيديك أما بالنسبة لبيتك 11 اليوم في نشاط عالي جدا على مستوى العلاقات العامة فعشان هيك اليوم ممكن أنك أنت تتواصل مع أصدقاء أو لقاء أصدقاء أو اتصال هاتفي أو ممكن حتى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو عزومة معينة يعني في عندك نشاط من هذا القبيل أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو تقريبا بدنا نقول روتيني فعشان هيك إنجز الأعمال الضرورية اللي أنت بتقدر عليها حاول إنك تضبط عصابك أثناء التعامل راقب وضعك الصحي بشكل جيد وحاول إنك أنت تراقب غذائك وأدويتك وتخلد للراحة برج العذراء يعني القمر الآن موجود في البيت الخامس بيت العاطفي وبيت الحضوض عشان هيك منقول بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم يوم مناسب لنشاط فني هاي الفترة بتحمل أجواء سحرية ومفاجآت سعيدة بتكون نظرتك للحياة متفائلة ممكن تندم على بعض التصرفات الأخيرة وتحاول ترتيب الأمور فترة بناءة وإيجابية إذا استغلتها طبعا طبعا بالنسبة للبيت الأول البيت الشخصي اليوم أنت عندك اهتمام كامل بشخصيتك وبمظهرك وبلبسك ممكن تهتم حتى بنفسيتك بردات فعلك في نوع من أنواع الهدوء النسبي رح يكون ظاهر على الساحة أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أن الأمور يعني بتجيب لك شوية فرص جيدة على المستوى المالي إذا استغلتها أو تحركت باتجاهها ممكن تحصل عليها خصوصا الأشياء اللي بتيجي على شكل هبات أو مساعدات أو استداد ديون ممكن تيجي برضو على شكل هدية يعني في فرص واللي بيشتغلوا بالعمل الإضافي برضو هم أكثر المستفيدين أما بالنسبة للبيت الثالث يعني عندك نوع من أنواع الاهتمام بأمور الاتصالات والمواصلات التنقلات الرحل السفر القصير يعني أمور إلها علاقة بالنشاط الذهني بالقراءة بالمطالعة بالبحث عن مسألة معينة عندك قدرة على الإقناع بشكل عالي جدا فعشان هيك اليوم تقدر تنجز كثير من الأمور وتحقق كثير من المزايا إن استغلت هاي الطاقة الإيجابية الموجودة في البيت الثالث أما بالنسبة للبيت الرابع يعني في منكم ممكن يهتم في أمور أو شؤون إلها علاقة بالعقارات أو إلها علاقة بصيانة بعض الأعطال أو بعض الترتيبات اللي إلها علاقة بالبيوت أو ممكن لقاء عائلي أو مشكلة عائلية بتحاول إنك أنت تضع لها بعض الحلول وتحاول إنك أنت تكون شخص موجود للمساعدة في هذا الأمر أما بالنسبة للبيت الخامس فزي ما ذكرنا إنه الأمور قوية جدا على المستوى العاطفي وعلى مستوى الحضود يعني في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة للا إلك عندك فرصة قوية اليوم أنك أنت تتحرك بأكثر من اتجاه مع بعض وأنك تحقق كثير من الأعمال الموكلة للا إلك فيه ممكن تهتم إما بوضعك الصحي أو أنك أنت تراقب وضعك الصحي هدولة الثنتين لازم تكون محتاط لهم أما بالنسبة للبيت السابع فما زالت الأمور ضاغطة على مستوى الشراكي فعشان هيك بتلاقي فيه أمور حدي جدا إذا تعاملت مع الزوج أو الزوج ممكن أنه يصير فيه نوع من أنواع الحدية في الطباع حتى في تعاملك مع الشركاء إذا كان فيه نوع عي من المحاسبة أو نظر لحسابات ممكن تحتد الأمور وحتى تصلوا لمرحلة أنه يصير فيه خلاف ما بينك وحاول تمسك عصابك أما بالنسبة للبيت الثامن فضغوط الالتزامات القانونية عندك عالية جدا ممكن الأمور اللي بترهقك هي أمور أقصاط أو أمور بنكية أو أمور ديون أو أمور متطلبات للشريك يعني الشريك نفسه هو بطالبك شريك المال العاطفي بطالبك بفلوس فبتنضغط في هذه الأمور حاول أنك أنت تجد الحلول المناسبة أو تفوتر الأمور بشكل مناسب أما بالنسبة للبيت التاسع فبقول لك أنا لغاية ساعات الظهر إذا كان عندك جلسة قضائية بدك تكون مستعد بشكل جيد ولا أنه الأمور بتكون ضدك أما بعد ساعات الظهر الأمور الشوي ممكن أنها تتحرك بالاتجاه شوي اتجاهك يعني يكون فيه نوع من أنواع الإيجابية فيه نوع من أنواع الإقناع أو الإطراء أو أنك أنت تبحث عن مسألة معينة إلى علاقة بدولة أو بلغة أو نقاش إلى علاقة بالأمور السياسية أو الصحية أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أن الأمور جيدة على مستوى العمل بتقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك خلال هذا النهار ممكن تحقق إيجابية عالية جدا بمعاونة أحد الزملاء أو رؤسائك بالعمل يعني الأمور تيجي بالاتجاه الصحيح أني استغلتها بالشكل الجيد ممكن يجيك نوع من أنواع الإطراء أو المديح أو الشكر على هاي الإنجازات أما بالنسبة لبيتك الحدعش فأنا شايف اليوم فيه نشاط عالي جدا على مستوى الأصدقاء والعلاقات فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وممكن أنت اليوم تبادر في دعوة أشخاص لعندك أو زيارة أو تقوم أنت بزيارة ويكون لقاء ودي جميل وأنت تسعد من خلاله أما بالنسبة لبيت المتاعب فما زال ضاغط عليك فعشان هيك هو براكم عندك بعض الأعمال أو بخليك شوي تعتد بنفسك أنه أنت قد الموضوع هاد فما بدي أعمله فآخر شي بتيجي على راسك لأنه بكون عدوك أو خصمك أقوى منك ومستعد أكثر منك عشان هيك ما تعتمد على النظريات اعتمد على الأوراق والثبوتيات اللي موجودة بين إيديك حاول أنك تنجز الأعمال المطلوبة منك بدون تكاسل وراقب وضعك الصحي بشكل جيد وما تتزمت في رأيك حاول أنك تناقش ودرس الموضوع ممكن يكون لصالحك عكس توقعاتك وتصوراتك مرج الميزان بتتركز أموركم كلها اليوم حول الشؤون البيتية والعائلية بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم بتبدو شوي عندك نوع من الاضطراب مرها في الحس بعض الشيء ممكن تشعر بالارتباك أو ممكن تغضب بسرعة أهم مش أنك تتجنب الخصام أو الجدال كليا ومن المحبذ عدم لقاء اللوم على الأحباء يعني رح يكون المسيطر اليوم كله هو أعمال وإنشغلات منزلية السبب أنه تواجد القمر في البيت الرابع تاعك أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم فيه يعني شيء بسيط من الاهتمام بشخصيتك أو بنفسيتك ما بتشحن حالك بطاقة إيجابية وخصوصا في ساعات ما بعد الظهر يعني بتلاقي في عندك نفسيتك تغيرت شوي وصار عندك نوع من أنواع الاستقرار النفسي أما بالنسبة للبيت الثاني أنا شايف أنه الأمور جيدة على مستوى الفرص المالية إن استغلتها يعني إذا صار في استغلال الأمور المالية ممكن تحقق بعض الأمور اللي إلها علاقة بالأموال من العمل الإضافي أو نوع من أنواع التكريم أو نوع من أنواع السلف أو الهبات وفي منكم ممكن يحصل على هدية أو على دعم أما بالنسبة للبيت الثالث في نوع من أنواع الاهتمام اليوم بالنشاطات والحركة والاتصالات والمواصلات عالي جدا وعندك قدرة على الإقناع بشكل قوي جدا ولكن ديروا بالكم من العصبية والإنفعال ممكن تهتموا بأي شيء له علاقة بالاتصالات والمواصلات مثل سيارة أو جهاز هاتف أو جهاز كمبيوتر أو حتى الاطلاع على أمور إلها علاقة بهاي الأمور أما بالنسبة للبيت الرابع فذكرناه في بداية الحلقة أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا بقول الأمور العاطفية جيدة لغاية ساعات الصباح تعطيك شوية حظوظ بعدين بتصير روتينية كاملة لغاية ساعات العصر تقريبا أو ما بعد العصر بعدين ترجع بتتأجج العواطف عندك مرة ثانية بصير فيه نوع من أنواع التواصل برضو أو نوع من أنواع الحديث أو نوع من أنواع المصالحات أما بالنسبة لبيتك السادس فالأمور ضغطة على المستوى العملي فعشان هيك اليوم بكون فيه عندك إما تراكم في الأعمال أو أنه أنت ما بتقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لا إلك فيه نوع من أنواع التقصير أو نوع من أنواع الملل فيه برضو نوع من أنواع الاهتمام بوضعك الصحي يعني بتهتم بوضعك الصحي أو بصحة أحد المقربين لا إلك أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفي فهو لغاية ساعات المغرب تقريبا إيجابي فيه نوع من أنواع النقاشات ممكن تجدوا بعض الحلول أو تضعوا بعض الحلول أو بعض المصالحات اللي بتتعلق بالشراك المالية والعاطفية يعني بين الأزواج والزوجات أما بالنسبة لبيت الثامن فبلاقي فيه نوع من أنواع الضغط المالي عليكو الروتيني ولكن في ساعات الظهر تقريبا ممكن يصير فيه بصيص أمل لمعالجة هاي الضغوط حاول أنك تقلل من مصاريفك عشان ما تراكم الأمور على بعض أما بالنسبة للبيت التاسع في الأمور جيد اليوم على مستوى البحوث والاتصالات البعيدة أو الاطمينان على بعض الأشخاص خارج البلاد ممكن النشاط بالتنقلات والاتصالات على مستوى الجامعات أو على مستوى الدراسي أو المؤسسات التعليمية أو ممكن أن تبحث عن لغة جديدة أو تتعلم لغة جديدة أو تبحث عن حضارة أو عن ثقافي غير الثقافي اللي أنت تعرفها وفي منكم ممكن يدخل بنقاشات إلها علاقة بالدين أو بالسياسي أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف أن الأمور جيدة على مستوى البيت العاشر بتقدروا تنجزوا كثير من الأعمال الموكلة لألكم بالتعاون مع أحد الزملاء أو مع زملاء أو مع رئيسك في العمل وممكن أنت برضو أنك تحقق إنجازات جيدة خلال هذا النهار وممكن يتوكل لك عمل جديد اللي يكون مطلوب منك اليوم وبكرة فعشان هيك هذا الإنجاز إذا أنجزته بالشكل الجيد ممكن يتوجه لك نوع من أنواع الإطراء أو الثنى أو التقدير أو ممكن ترفيع لمنصب جديد أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم مش زي الأمس يعني اليوم في نوع من أنواع التواصل أو اللقاءات أو الاجتماعات بالأصدقاء أو العلاقات العامة أو ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسبة أو اجتماع عائلي ولكن أنه بيكون أضعف من الأمس ولكن الفرصة بتكون في فرص قوية أنه أنت تلتقي بأشخاص خلال هذا النهار أو تتواصل معهم أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو أخف حدية من يوم أمس ولكن برضو بنقول لك بدك تراقب أعمالك حاول تنجز الأعمال المطلوبة منك وتحاول أنك تراقب وضعك الصحي أو صحة أحد الأقارب لإلك بشكل جيد حاول أنه برضو ما تأمن لأي شخص بسرك اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات يوم مناسب لاجتياز امتحان أو الجراء مقابلة تتمتع بسرعة بديهة وخاطر باستطاعتك مناقشة الأمر الصعبة والأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جيدة مشاعرك شوي جياشي خلال هذا النهار في عندك قدرة على التبرير لمواقفك بتنشط في التنقلات والاتصالات طبعا القمر بما أنه في البيت الثالث بعطيك طاقة وبعطيك جراءة أكبر أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم يعني شيئا ما في ساعات ما بعد الظهر ممكن تهتم بشخصيتك أو بشكلك أو بلبسك أو بأمور العلاقة بالتجميل أو بالتزيين تشحن حالك بطاقة إيجابية بيكون عندك يعني نوع من أنواع الراحات رغم أنه اليوم أغلبه روتيني ولكن في هذه الفترة بيكون الطاقة أكبر أما بالنسبة للبيت الثاني يعني الفرص المالية ما زالت يعني ضاغطة شوي في عندك بعض الأفكار للأمور المالية ممكن شوي أنت ترتب بعض الأمور لنوع من أنواع الدعم المالي أو ترتيب لخطة جديدة مالية ولكن أهم إيش أنك أنت تحاول أن تقلل من مصاريفك قدر الإمكان في منك أشخاص ممكن يحصل على نوع من أنواع الدعم المالي أما بالنسبة للبيت الثالث فمثل ما ذكرنا في بداية التوقع أنه هو نشط جدا وإيجابي أما بالنسبة للبيت الرابع في نوع من أنواع الاهتمام بالمنزل بشكل عالي جدا بلفت انتباهك هذا النهار إما هو عطل منزلي أو بعض الأمور اللي بتطرأ على المنزل فبتحاول أنت تعالج مشكلة معينة أو تحل قضية معينة خلال هذا النهار فعشان هيك الأمور بتطلب منك الحكمة مش العصبية أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف أنه الأمور ما زالت ضغطة على المستوى العاطفي في نوع من أنواع الحدية بالطباع أو نوع من أنواع الإهمال بالحبيب السبب طبعا ممكن يكون منك أو ممكن يكون من الحبيب نفسه ولكن أنه بدك تحاول أنك تتجاوز العصبية هاي لأنه الأمور بتظلت ضغطة عليك بالشكل هذا معناته بصير الأمر نوع من أنواع لتفشش في مشاكل تختلقها أنت عشان أنت تعبر عن الضغط أو الضعف الموجود جواك أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى العمل بتقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك بتحاول أنك أنت تراقب وضعك الصحي شوي ممكن تشعر ببعض التوعقات أو بعض الإرهاقات اللي موجودة بالجسد فعشانك بتهتم فيها صحيا ممكن تهتم في أمور إلها علاقة بالتغذية أو بالفيتامينات أو بالمكملات الغذائية أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراك المالي والعاطفي فهو شيئا ما يعني أحسن من الأيام الماضية في نوع من أنواع التواصل مع الحبيب أو مع الزوج أو مع الشريك بطريقة قوية جدا أنه تقدر تحط حلول أو مبررات لبعض الأشياء أو الأخطاء القديمة أو تصلح بعض الأشياء اللي صارت في الماضي أما بالنسبة للبيت الثامن الاهتمام المالي رح يكون أغلبه على أمور الدعم أو على أمور أموال ما بتعود لا إلك يعني أموال ممكن تجيك من الخارج يعني أمور إلها علاقة بالميراث إلها علاقة بديون قروض بنكية تأمين ضريبة أشياء من هذا القبيل فالاهتمامات رح تكون على هذا الباب أما بالنسبة لبيتك التاسع فالأمور هادي نسبيا بتظلها لغاية ساعات الظهر روتينية طبيعية ولكن بعد ساعات الظهر بتكثر الاتصالات والتنقلات وممكن يكون في عند البعض منك نوع من أنواع التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بثقافة أو لغة جديدة أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف أن الأمور جيدة على مستوى البيت العاشر بإنجاز كثير من الأعمال بالتعاون مع زميل أو رئيس بالعمل ممكن تنجز وتحققوا أمور ما كان متوقع أنها تنجز بخلال هذه المدة القصيرة أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى اللقاءات والأصدقاء ممكن لقاء أصدقاء أو تواصل مع أصدقاء أو حتى يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو ممكن يصير الجمعة موجودة عندك أنت يعني أشخاص يجوا ويجتمعوا عندك أنت الأمور جيدة نسبيا وممكن تتعاون أنت مع صديق أو مع أحد المقربين لمساعدتك في مسألة معينة أو حل قضية معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فما زال ضاغط عليك عشان هيك بتشعر في بعض الإرهاقات أو أنه بتشعر أنه ما عندك طاقة كبيرة نوع من أنواع الاكتئاب بتسلل لك حاول أنك أنت تطلع من هذه الطاقة السلبية المسيطرة إلى هفترة عليك حاول أنك أنت تبحث عن حلول راقب أعمالك إنجزها ما تخليها تتراكم عليك وفي نفس اللحظة راقب وضعك الصحي بشكل جيد وممكن تهتم بصحة قريب لا إلك برج القوس تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة ممكن تحتاج لمساعدة جهة أهم شيء أنك ما تتكبر يعني يوخذك العزة بالإثم هيك أنك أنت لا ما بديه لا إذا فيه مساعدة بتنعرض عليك حاول أنك تقبلها الكواكب تقريبا اليوم يعني بتعمل لصالحك شيئا ما وبتسهل عليك بعض الأمور بس ما تسمح لأي أحد إنه يغشك كون حريص على أموالك وممتلكاتك عزز وضعك المالي أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور ضاغطة على المستوى النفسي فعشان هيك بتلاقي اليوم عندك نوع من أنواع الحدية في الطباع والعصبية فعشان هيك حاول أنك تتجنبها أو تتجاوزها حاول أنك أنت ما تستسلم للعصبية بشكل كبير أما في ساعات ما بعد الظهر بتتحسن الأمور نسبيا أكثر من الصباح فعشان هيك بتلاقي تغيرت نفسيتك بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الثاني فذكرناه في بداية التوقع بالنسبة للبيت الثالث عندك كثير من التحركات والاتصالات والنشاط خلال هذا النهار ممكن تتحرك بأكثر من اتجاه وممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك ولكن حاول أنك تتجنب العصبية لأنه من فعلاتك وعصبيتك ممكن تخرب عليك ممكن تقنع كثير أشياء بتخصك تقنع فيها وممكن أنت توصل الرسالة للشخص اللي بدك إياه بطريقة عجيبة غريبة أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف فيه ضغط كبير على مستوى البيت فيه نوع من أنواع الحدية بتأرقك أو بتأرق أهل البيت من تصرفاتك فحاول أنت قدر الإمكان أنك تعالج هذه المسألة عشان ما تكبر المشاكل داخل البيت فيه شخص في البيت هذا بوترك أو أحد أفراد العائلة ممكن تزيد العصبية وتكبر المشكلة لدرجة أنه ما يصير سهل أنك أنت تسيطر عليها امسك أعصابك قدر الإمكان بالتعامل مع هذا الشخص ممكن تعالج حلول أو تعضاح حلول لبعض الأغطال أو المشاكل المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور العاطفية شيئا ما روتيني يعني لا هي إيجابية ولا سلبية ولكن أنه فيه نوع من أنواع التواصل مع الحبيب ولكن بنتها بها نوع من أنواع الحدية في الطباع أما بالنسبة للبيت السادس بتقدر تنجز كثير من الأعمال الممكن لإلك اليوم وممكن تعمل أشياء كثيرة بتتعلق بالعمل ممكن تقدم لفرصة عمل خلال هذا النهار وتستغل إيجابيته وممكن أن تتراقب وضعك الصحي أو تعالج أمر صحي طارئ أما بالنسبة للبيت السابع فبيت الشراك المالي والعاطفية جيد جدا خلال هذا النهار بدعمك في حلول قوية بينك وبين الشريك شريكك بالمال أو شريكك بالعاطفي ممكن تحطوا حلول معينة أو تعالجوا مشكلة معينة أو تضعوا خطة للفترة القادمة أما بالنسبة للبيت الثامن ففي ضغط مالي عالي جدا موجود عندك برهقك لدرجة أنه أنت ممكن تفقد السيطرة حاول أنك تعالج الأمور هاي بحكمة أكثر من إنها عصبية يعني رتب أمورك بشكل جيد جدا ممكن برضو اليوم تهتم بصحتك أو بصحت قريب ليلة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بوترك وبضغطك في التنقلات في السفر فعشان هيك يحذر أثناء التنقلات على الطرق المفتوحة أو الشوارع المفتوحة البعيدة حاول أنك أنت ما تعصب أثناء النقاشات ما تدخل بحدية وبعصبية حاول تمسك أعصابك شيئا ما على أساس أنه ما تختلق المشاكل أما بعد ساعات الظهر بتصير الأمور إيجابية يعني بصير في نوع من أنواع الإيجابية بترجع الكفة أو بترجح الكفة لإلك أما بالنسبة للبيت العاشر اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلي لإلك بتواصل مع أحد الزملاء أو أحد رؤسائك بالعمل ممكن تحقق إنجازات رائعة جدا وتكون لمصلحتك حاول أنك أنت ما تتكبر وتقول لا أنا بنجزها لحالي إذا طرح عليك باب من أبواب المساعدة ما ترفض خليهم يساعدوك وفي النهاية العمل بيكمل وبينتهي أما بالنسبة لها بيتك 11 فأنا شايف أنه لغاية ساعات العصر تقريبا بيكون في عندك نشاطات أو لقاءات مع الأحبة أو مع الأصدقاء ممكن تواصل أو اتصالات ممكن تضع بعض الحلول أو بعض المصالحات ما بينك وبين أحد الأشخاص ممكن تتواصل مع أشخاص نوع من أنواع الزيارة أو الاهتمام العائلي وممكن يكون برضو لقاء يكون عندك أو عندهم وممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسبة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو بيضغطك كثير هذا النهار فعشان هيك هو اللي بيشحنك بطاقة سلبية عالية جدا وبخلي عندك نوع من أنواع الحدية في الطباع وفي المزاج حاول أنك تمسك عصابك قدر الإمكان وما تدخل في أمور صعبة وما تسمح لأي أحد أنه يغشك خلال هذا النهار أو أنه يحاول يستغلك لتوصيل رسالة معينة كون عاقل وواعي في نفس اللحظة حاول تنجز الأعمال المطلوبة منك ما تخليها تتراكم عليك حاول أنك تراقب وضعك الصحي وحاول أنك تخلد للراحة برج الجدي تبدأ اليوم فترة إيجابية بتعيد بتعدلكم نشاطكم المفقود بوسعك سيطرة على زمام الأمور حاول أنك تجد جديد أو تبحث عن أمور مميزة بتعيش فترة واعدة من الأفراح والنجاحات يعني تعتبر هاي من أسرع فترات الشهر ادخل التنويع لحياتك الشخصية ممكن يكون فيه نوع من أنواع الانفراج أو نوع من أنواع التسوي خلال هذا النهار يعني القمر موجود عندكم لليوم الأول فعشان هيك اليوم بتحسوا أنه شخصيتكم تختلف تماما فيه عندكم نوع من أنواع النشاط بتعيش فترة جيدة خلال هذا النهار حاول أنك أنت ترتب أمورك بشكل جيد وتهتم بحالك وبصحتكم مظهرك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى المال ممكن أنك اليوم تحقق إنجازات أو ترتب أمور مالية رغم أنه في بعض المشاكل اللي بتواجهك أو الضغوطات المالية فعشان هيك حاول أنه خلال هذا النهار تنجزها حاول ترتبها بشكل جيد ممكن تحصل على نوع من أنواع الدعم يجيك يا أما من عمل إضافي أو يجيك نوع من أنواع المساعدة أو الهبات أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف عندك حدية في الطباع اليوم عندك تسرع عندك عصبية فممكن اليوم أنك أنت تنفعل لأدفه الأمور حاول أنك تمسك عصابك قدر الإمكان وحاول أنك إذا كنت عندك تنقلات أو سفريات أو تحركات اهتم وراقب قيادتك ما تغامر وما تجازف خلال هذا النهار يعني اليوم ما تعتمد على سرعة بديهتك في معالجة الأمور بالعكس بدك ترتب أمورك بشكل جيد عشان ما تنفعل وتعصب أما على مستوى البيت الرابع فأنا شايف أنه في نوع من أنواع الحدية في الطباع في التعامل مع أحد أفراد البيت أو ممكن الظروف الطارئة أو بعض الأحداث المنزلية اللي صيرت وترك زيادة ممكن بعض الأعطال أو التعامل مع أحد أفراد البيت فعشان هيك حاول تمسك أعصابك وحاول تحل الأمور بعقلانية كثير أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور العاطفية شيئا ما مستقرة في نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين الحبيب تقدر تنجز كثير من الأعمال اللي بتتعلق فيك وفي الحبيب خلال هذا النهار في أمور كثير ممكن أن تتعالجها وممكن يصير في نوع من أنواع التواصل وتعتمد على الحدوض بشكل جيد خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أن الأمور يعني فيها نوع من أنواع الجهد العالي في إنجاز كثير من الأعمال الموكلة لا إلك تقدر تنجزها وممكن تراقب وضعك أو وضع صحي إلك أو صحة أحد المقربين لا إلك أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايفه خالي تماما من الحدوض ما في إشي لا بدعمك لا معك ولا ضدك فعشان هيك الأمور هاي بتظلها تقريبا بتعتمد على الوضع اللي أنت بتتعامل فيه ما بينك وبين الشركاء أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور على مستوى التعامل بالأمور المالية المشتركة ما بينك وبين الشركاء نوع من أنواع الدعم أو نوع من أنواع المساعدات ممكن تجيك بشكل يعني مفاجئ جدا تساعدك أو تجيك نوع من أنواع الدعم المالي اللي ما بعود لك مثل تعويض أو شراكة أو أمور إلها علاقة بالميراث أو الأمور البنكية أما بالنسبة للبيت التاسع فالضغط بظل عليك تقريبا لغاية ساعات الظهر يعني بتكون الفترة ما قبل ساعات الظهر فترة فارغة تماما من الحدوض ولكن بعد ساعات الظهر بتصير الأمور إيجابية بتدعمك بشكل إيجابي وممكن تجيك فرص جيدة ممكن تناقش أمور معينة أو تتواصل لحل مسألة معينة أو تبحث في أمور إلى علاقة بالفلسفة أو في الدين أو تناقش في أحد هاي المسائل أو تتعلم لغة جديدة أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف أنه على مستوى العمل المشترك أو الشركات ممكن أنه يتوجه لك يعني وظيفة معينة أو حل مسألة معينة مع الشركات الكبيرة ولكن أنت تماطل في هذا الموضوع أو تهمل هذا الموضوع حاول أنك تنجز الأعمال لو بمساعدة أحد الشركاء أو بأحد زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل عشان تنجز هذا العمل اللي يكون لصالحك أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور على مستوى بيتك 11 جيدة ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسبة أو ممكن يكون فيه نوع من أنواع التواصل مع أحد الأصدقاء لحل مشكلة معينة بتتعلق فيك أو في أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور ضاغطة جدا عليك فعشان هيك صحيا بدك تراقب حالك أعمالك بدك تراقبها إنجز المهم منها ما تخلي الأعمال تتراكم عندك ممكن اليوم تهتم بصحتك أو بصحة أحد المقربين لا إلك وإحذر من شخص بتقمس شخصية صديق يكون بالواقع هو بيستغلك لمسألة معينة برج الدلو تشعرون بالتعب ينال منكم وبتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها حاولوا إنكوا تأخذوا فترة راحة هاي الفترة محبطة وفارغة تماما من كل خبر ومن حسم أي أمر ممكن تواجه ضغوط وعراقيل وامتحانات صعبة وممكن تخسر صفقة تجارية أو تحزن لخبر ما أهم شي إنك ما في داعي إنك تتسرع السبب إنه القمر موجود في بيت المتاعب بيجيب لك مفاجآت وبيجيب أشياء غير متوقعة فعشان هيك منقول لك بدك تدير بالك خلال هذا النهار وبكرة كمان لغاية ما يوصل القمر لعندك أما بالنسبة للبيت الأول يعني شخصيتكم متقلب اليوم مرة إيجابية مرة روتينية مرة سلبية يعني بتظلها تتقلب على أكثر من وجه بتهتموا بحالكو تشحنوا حالكو بالطاقة بتضحكوا بعدين ترجعوا بتنكدوا بعدين يعني نوع من أنواع التقلب في الشخصية أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه الأمور روتينية تماما فعشان هيك ما بقدر أقول لك في إيجابية ولا بقدر أقول لك في سلبية على المستوى المالي لكن الإشي الوحيد اللي بقدر أقول لك هي إنك بدك تدير بالك من النفقات النفقات اللي زيادة في الفترات اللي زي هيك بتكون إشي مربك زيادة لا توقع على عقد ولا تدخل في أي شيء إلو علاقة بتجارة الأموال أما بالنسبة للبيت الثالث بيكون في عندك نوع من النشاط الفكري ممكن تتواصل مع أي شخص بنشاط عالي جدا ممكن توصل الرسالة بطريقة لبقة جدا عندك سرعة بديهة عالية الأمور جيدة على هذا المجال ولكن إنه بالمقابل بدك تكون حذر من عصبيتك ممكن اليوم تتنقل كثير ويكون عندك كثير من الأشياء اللي حابب تنجزها ولكن أهم إشي إنك ما تتسرع وما تغامر أما بالنسبة للبيت الرابع فبشوف إنه اليوم في نوع من أنواع الحدية على مستوى البيت فعشان هيك ممكن تتوتر أو تنرفز أو تشوف إنه في أشياء بتمشي بعكس ما أنت بدك ممكن يصير فيه خلاف مع أحد أفراد البيت على مسألة ما أو تدخل بنقاش وتحتد أنت لأنه الأمور مش ماشية مثل ما بدك أو بعكس ما أنت كنت تتوقع ممكن يكون في بعض الأعطال المنزلية تهتم بصيانتها أو بأمور إلها علاقة بالبيت أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور العاطفية إجمالا على المستوى الخامس ومستوى الحضوض هي جيدة ما بدنا نقول ممتازة لا جيدة يعني بتقدر تتواصل مع الحبيب بتقدر أنت تحكي معه بتقدر أنك تعمل أي شيء يعني نوع من أنواع تدعيم العلاقة ولكن برضو في المقابل بدك تدير بالك من حساسيتك اللي بتكون مفرطة بالفترة هاي اللي ممكن تزعل من أي تصرف أما بالنسبة للبيت السادس بتقدر تنجز اليوم كثير من الأعمال ولكن أنا بقولك إنجز الضروري وحاول أنك تأخذ قسط من الراحة حاول أنك ما تتغيب عن عملك عشان أنك أنت تنجز العمال الضروري فقط لا غير أما بالنسبة لوضع الصحي فأنا بقولك بما أنه القمر موجود في بيت المتاعب فالأغلب بيكون المناعة بتكون ضعيفة فعشان هيك ممكن تشعر بأي توعق صحي لا قدر الله أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفية فبشوف أنا في نوع من أنواع التناغم ما بينك وبين الشريك لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بتصير الأمور روتينية يعني بمعنى آخر ممكن يصير فيه أي جدال أو نقاش ما بينكم فتحتد أنت أو تعصب حاول أنك أنت يتكمل النهار بنوع من أنواع الإيجابية بلاش يكون فيه نوع من أنواع الحدية أما بالنسبة للبيت الثامن فبشوف أنه لسه ما زالت الأمور أنه أنت بتقدر تستعين بشخص أو بقرض مالي أو بمؤسسة معينة لدعمك ماليا فيه عندك قدرة للفوترة أو لعملية الأقصات أو ترتيب الديون أو الأشياء اللي من هذا القبيل ولكن حاول برضو أنك قلل من نفقاتك وما تورط حالك بأشياء ممكن تكون عبئ ثقيل عليك أما بالنسبة للبيت التاسع فبشوف أنه فيه حدية في النقاشات عندك وفيه نوع من أنواع السلبية يعني إذا كان عندك امتحان أو كان عندك سفر أو تنقلات حاول أنك ما تغامر وما تتهور حاول أنك تنجز الأشياء بشكل إيجابي أما أنك أنت تدخل بعصبيتك أو أنه لا أنا بقدر أعمل هذا فمعناته أنت ممكن أنك أنت تخطأ وممكن أنك تثير المشاكل وثير البلبلة حاول أنك تكون مستعد قبل ما تخوض لا أي شي أما بالنسبة للبيت العاشر فلغاية ساعة الظهر بيكون الأمر روتيني ولكن بعد ساعة الظهر ممكن تكثر عندك الأعمال أو الالتزامات بالأعمال وممكن أنك أنت تنجز كثير منها ولكن بتطلب الأمر نوع من أنواع التعاون فعشان هيك حاول أنك تتعاون أنت وأحد الزملاء أو ترجع لرئيسك في العمل عشان يحط لك خطة للتنفيذ أو يساعدك في أمر تنفيذ هذا العمل أما بالنسبة للبيت العاشر فبشوف أنا بتظل الأمور لغاية ساعات الظهر فيها نوع من أنواع الحدية مع الأصدقاء أو التهرب من الأصدقاء أو عدم المواجهة مع أحد الأصدقاء أما بعد الظهر فبتصير الأمر إيجابي بتقدر تتواصل مع أي شخص ويقدم رأيك بالطريقة المناسبة وفي المكان المناسب وفي الوقت المناسب ممكن يتوجه لك في ساعات المساء نوع من أنواع الإجتماعات أو اللقاءات أو الأمور اللي إلها علاقة بالزيارات أما بالنسبة لبيت المتاعب فذكرناه في بداية التوقع لأن القمر موجود فيه فهو اللي بضغطك تقريبا على جميع البيوت برج الحوت بتنشطوا اجتماعيا وبتتلقوا الأصدقاء أو بتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتميل للتواصل مع الآخرين وممكن تنجح في حجة تأييد أو دعم لقضيتك بتتحمس للقاء الناس وللتعارف ممكن يكون في الفترة هاي نوع من أنواع السفر أو تنوعد بسفر أو تنقل داخلي وممكن تنضم لجمعية وممكن تهتم لشؤون أقارب أو لشؤون شريك طبعا حاول خلال الأيام هاي أنك تنجز أعمالك لأنه بعد يومين القمر بصير موجود في بيت متاعبك في الدلو فهذا رح يضعف طاقتك فحاول أي أعمال موجودة عندك تحاول أنك تنجزها بالفترة هاي على أساس أن الأمور ما تضغطك بالفترة القادمة أما بالنسبة لبيتك الأول فأنا شايف أن الأمور حادة شوي فيه نوع من أنواع الحدية في الطباعة اليوم فيه نوع من أنواع السلبية في التعامل يعني أعذرني أني أحكي لك الكلمتين هدولة أنت اليوم زي اللي بده يعمل مشاكل من لا شيء يعني أنت بتسعى للمشاكل أو المشاكل بتسعى لك بمعنى آخر أي شيء ممكن يستفزك خلال هذا النهر حاول أنك أنت تراجع نفسك وتمسك أعصابك شوي على أساس أنك ما توتر الأمور بزيادة أما بالنسبة للبيت الثاني فيه نوع من أنواع الفرص المالية أو التنظيم المالي أو الترتيب المالي للميزانية أو مشتريات ممكن تطرأ على الساحة تضغطك شوي نفسيا وماليا فحاول قدر الإمكان أنك ترتب الأمور الضرورية وما فيه داعي للمصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فهو الأقوى تقريبا بين البيوت بدعمك تقريبا في كل الأمور اللي إلها علاقة بالنشاط الفكري أو الاتصالات المواصلات الاهتمام بالسيارة التليفون حتى لو الاهتمام على مستوى أنك أنت تراجع الأمور هاي أو تدرس عنها أو تطلع عليها أو تسمع عنها أو تحضر فيديو المهم أنه بكون فيه عندك اهتمام عالي في هذا المجال في منكم ممكن يفكر بشراء تليفون أو شراء سيارة أو استبدال سيارته أو صيانة سيارته أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور على مستوى بيت البيت شيئا ما في نوع من أنواع التغيير فيه اهتمام بأمور إلها علاقة بالصيانة أو بالترتيب أو مشتريات جديدة أو أثاث جديد أو أشياء من هذا القبيل فعشان هيك من قولك أنه حاول تهتم في هاي الأمور بإيجابية وما تضغط حالك كثير حاول أنك ترتب أمورك بشكل جيد ما فيه نوع من أنواع النقاشات ممكن تدخل نقاشات عائلية يكون رأيك أنت إيجابي ولكن حاول أنك تبتعد على الحدية أما بالنسبة للبيت الخامس فبيت العاطفي يعني فيه نوع من أنواع التواصل من عندك ولكن ممكن يكون فيه نوع من أنواع الصد من الشريك ناسه من الحبيب يعني فعشان هيك حاول قدر الإمكان أنك ما تتحسس وحاول أنك تعدر ممكن الشريك يكون مرتبط أو ملتزم بأشياء معينة فحاول أنك أنت ما تضغطه زيادة حاول أنك تنفس عن عواطفك بشيء آخر أو باتجاه آخر أو بطريقة مناسبة اللي تقرب الحبيب منك أما بالنسبة للحضوظ فبقولك ما تغامر بحضوظك بهاي الفترة أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى العمل وإنجاز الأعمال وعلى مستوى الصحة تقدر تنجز كثير من أعمال الموكة اللي لا إلك اليوم تقدر اليوم أنك أنت تثبت جدارة بأنك أنت بتقدر تعمل كل شيء مطلوب منك أما بالنسبة للصحة بدك تراقب وضعك الصحي خصوصا من أشياء لها علاقة بالشد العضلي أو التوتر العضلي أو إشيء العلاقة بالأوتار أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت السابع فعلى مستوى الشراك المالي والعاطفي الأمور جيدة تقدر تتوصل مع الشريك أو مع الشركاء بطريقة لبقة تضعوا حلول أو تحلوا مشكلة معينة أو تطوير شيء معين أو اقتراحات وتم الموافقة عليها من الطرفين يعني تقدر تحطوا خطط اليوم أو قرارات جديدة أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه البيت الثامن شوي فيه نوع من أنواع الضغوطات المالية اللي بتلزمك إما في مواضيع العلاقة بالفوترة أو الالتزامات أو أشياء من هذا القبيل فعشان هيك رتب أمورك بشكل جيد وما تضغط حالك زيادة أما أنك تعول على أنه فيه أشخاص رح يدعموك بالفترة هاي فأنا بقول لك الأمر يعني يعني مش رح يكون بالقوي كثير عندي الكل ممكن عندي جزئية من برج الحوت ويكون طالعهم بساعدهم بدعمهم في النقطة هاي فهذا ممكن أما بالنسبة للبيت التاسع فأقول لك اليوم ما تغامر وما تتهور وما تدخل بنقاشات لأنه رح تحتد ورح يكون مزاجك سلبي حاول أنك أنت تمشي نصف النهار على خير بدون نقاشات أما في النصف الآخر بصير العمل روتيني فبتقل حديتك شيئا ما ممكن تهتم في أمر العلاقة بالسياسي بالفلسفي بالنقاشات وشو ما كانت يعني المهم أو الإطلاع على لغة جديدة أو نقاش جديد أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف أنه في ضغوط على مستوى العمل بنطلب منك أكثر من طاقتك فعشان هيك اليوم بتكون مرهق كثير وممكن أشياء من الأعمال هاي تهملها أو تأجلها أو تطنشها حاول أنك ما تعمل هاي كل الأمور حاول أنك تنجز الضروري جدا من الأعمال وحاول أنك أنت تصبر لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بتقدر تنجز كثير من الأعمال الممكن لإلك حاول أنك أنت تستعين ببعض الزملاء أو برئيسك بالعمل عشان تنظم هاي الأمور بشكل منيح أما بالنسبة لبيتك 11 فذكرنا القمر موجود فيه فبدعمك في هذا البيت وبشكل إيجابي عشان هيك بنقول لك حاول تنجز الأعمال حتى لو عملت ساعات إضافية المهم أنك ما تخلي الأعمال هاي تتراكم أما بالنسبة للبيت 12 فأنا شايف أنه فيه نوع من أنواع الضغط عليك بالفترة هاي حاول أنك ما تراكم الأمور زيادة حاول أنك تنتبه لصحتك بشكل جيد حاول ما تدخل بخلافات ونقاشات لأنه ممكن يخيب ظنك في أي مسألة خلال هذا النهار فعشان هيك يبدأك تكون حذر من كل الأمور وما تعطي سرك لحد عشان ما يستغله ضدك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء